بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الأساتداء والأستادات مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي اخترنا له عنوان حول وثائق الأستاد أي الوثائق التي يحتاجها كل أستاد في بداية الموسم الدراسي إذن كما تعلمون بأن الأستاد حينما يلتحق بالمؤسسة وبعد توقيعه لمحضر الدخول يحتاج بطبيعة الحال إلى مجموعة من الوثائق يضعها في ملفه الشخصي من أجل توثيق مجموعة من العمليات الطربوية في بداية السنة إذن سنتعرف بطبيعة الحال على هذه الوثائق ثم ستجدونها بطبيعة الحال أسفل الفيديو رابط تحميل هذه الوثائق الطربوية يقابل للتعديل والتحيي إذن من بين هذه الوثائق التي يحتاجها الأستاد أولا البطاقة الشخصية للأستاد أو الأستادة هذه البطاقة الشخصية هي بطاقة تضم مجموعة من معلومات شخصية من الإسم الكامل تاريخ الإزدياد، مكان الإزدياد، بعض الشواهد المحصل عليها، بعض التكونات التي اجتازها الأستاد يعني تاريخ التعيين، مديرية التعيين، أكاديمية التعيين إذن كل المعلومات المتعلقة بالأستاد يمكن أن يملأ بها هذه البطاقة ثم من بين الوثائق الأخرى التي يمكن أن يحتاجها الأستاد وهي وثيقة إحصائية للتلاميذ وطبيعة الحالة هذه الوثيقة تضم مجموعة من الإحصائيات تلاميذ يعني يجد فيها مثلاً عدد تلاميذ ذكور، عدد تلاميذ الإنات، عدد تلاميذ الجدد، عدد تلاميذ المكرارين ثم ممكن أن يضيف الأستاد أيضاً وثيقة أخرى تتعلق بالحالة الاجتماعية للتلاميذ مثلاً أستاد عفواً تلميذ له ظروف أو البعد سيداً أن الأستاد يتعرف طبعاً الحال على تلاميذته من خلال هذه الاستمارات الوثائق ثم من بين الوثيقة الأخرى وهي المواضبة الشهرية على طول السنة إذن هذه الوثيقة يدون فيها الأستاد نسبة الحضور الشهري لجانب الاجتماع ونفسي للمتعلم يعني طريقة دي المتعلم طريقة يدون فيها مثلاً متعلم في بداية السنة ثم تغير بعض المشاكل التي يتعرض لها المتعلم إذن هذه جميع الوثائق تساعد الأستاد في دراسة حالة التلاميذ ثم أيضاً مطبوع تعاونية القسم هذا مطبوع يندرج ضمن الحالة المدرسة بالنسبة للأستاد مثلاً تنظيم بعض الأنشطة هذه التعاونية يعني يكون على شكل انتخاب ما بين تلاميذ داخل القسم ثم ينتخبون أعضاء هذه التعاونية يعني الهدف من هذا تعاونية القسم هو فقط تدريب المتعلمين على أهمية تحمل المسؤولية ثم من بين الوثائق أيضاً التي سيحتاجها الأستاد وهي النظام داخلي للقسام يعني هذا النظام داخل القسم فهو ضروري جداً في ضبط القسم هذا النظام داخل القسم يطرح الأستاد في بداية السنة على المتعلمين من أجل ضبط القسم ومن أجل أن يحترم أن يدرب المتعلمين على احترام الفضاء القسم واحترام الأستاد واحترام جملائهم إذن هذه فقط بعض الوثائق كلها ستجدون إن شاء الله في رابط أسفل هذا الفيديو قابلة لتحميله والتعديل إذن طبعاً لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة لدعمنا طبعاً لحل الاستمرار في المزيد